اهلا بيكم النهاردة يوم مهم جدا لو انا عملت عنوان كده وده على فكرة فترة اللي جاء دي هنتكلم في الحكاية دي كتير قوي اللي هي ايه؟ الحالات المرضية التي لم تقدر حق التقدير عبر تاريخ الثقافي المصري هيتنافس على المركز الاول بكل قوة وربما يحصل عليه طبعا في وسط امراض كتيرة جدا الشخير الشخير يا جماعة واحد من الحالات المرضية اللي ما قدرتش حق تقدرها عبر التاريخ في مصر في الستينات والسبعينات ده بيشخر وكان بيتقلب في السينما كده ده بيشخر ما فيش تقدير لهذه الحالة المرضية رغم ارتباطها الوثيق بحالات المرضية في منتهى الخطورة ارتباطها الوثيق بالسكر ارتباطها الوثيق بين قطاع النفس الانسداد اللي هو سليب ابنية يعني ده حالة خطيرة جدا ارتباطها الوثيق بشرايين التاجية ومشاكل الشرايين التاجية وامراض الشرين التاجي ارتباطها الوثيق بالسكتة الدماغية يا خبر ابيض يا خبر ابيض مرض له علاقة بالضغط كمان بكهربة القلب كل الست امراض دول ارتبطوا بمرض واحد والمرض ده لم يقدر اه لم يقدر وزي ما قلتلكو خلينا نحط عنوان كده ونعيش معاه الفترة اللي جاي الشهر اللي جاي ده اللي هي ايه الامراض اللي الشعب المصري مقدرهاش حق تقدرها الشخير اكيد في المرتبة الاولى ضيف العزيز الخيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال اللي بيسعدني بحواره دائما وبسلوبه العلم الرائع جدا ضيفي هو الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والازن وحنجرة وصاحب دكتوراه الانف والازن وحنجرة والعلاج بالليزر من كلية طب جامعة القاهرة صاحب زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية ولساة الزائر بمستشفى رويل كير العالمي بالخرطوم أهلا بيك يا دكتور هشام أهلا يا دكتور هشام عجبك التعبير ده جميل الحقيقة اللي هو لم تقدر حق تقدرها من أهم أسبابها أعجاج الحاجز الأمر صح؟ أكيد أكيد يعني أسباب الشخير كثيرة جدا كثيرة جدا يعني يعني لو لو عددناها أعتقد ناس كتير جدا لن تتخيل أن هذا من أسباب الشخير ولكن خلينا نقول أن مدخل الشخير والأساس بتاعه هو انسداد الأنف وبيفار كده أكتر حاجة بتسد الأنف ليه؟ هو الحاجز الأنفي لأن تقريبا الإحصائيات بتقول أن 85% من الدنيا كلها من شعب الدنيا كله عدهم عوجة في الحاجز الأنفي وطبعا مش 85% عدهم عوجة يبقى 85% بيشخره لا طبعا لكن أنا بقول دي العوجة العادية اللي موجودة في كل الناس مين من 85% دول اللي بنتدخل فيهم وممكن يعملوش خير هو ده بقى السؤال وهي دي النسبة اللي حقيقة ابتدت تزيد جدا فالحاجز الأنفي الحقيقة مع كونه من العمليات في رأيي والتقدير المتواضع من العمليات البسيطة جدا البسيطة جدا ولكن في نفس الوقت من العمليات المشكلتها كبيرة جدا اللي احنا بنسميها العملية المرة الوحدة يعني يتتعمل كويس والعيان يخف وتنتهي مشكلة حياته وينتقل من حياء لحياء يا للأسف ينتقل من حياء لحياء أسود ويقعد بقى ان اتكرر هنعمل عبالي أكتر من مرة بالزبط بالزبط هيدخل في دايلمة جامعة بالزبط جدا فعمليات الحاجز الأنفي الحية تشخيص المزبوط الفحص المزبوط العيان لازم يجي يشتكي ويوضح حالته والطبيب لازم يبقى عنده نظرة يعني عايزة أقول نظرة دقيقة لمنطقة الأنفي يعني مثلا أما هقول لحياء حاجة بسيطة جدا يعني كتير جدا وإحنا بنكشف على الأنفي بنجيب حاجة اسمها أو فتح الأنفي وبنفتح بيه ونشوف إذا كان الحاجز الأنفي معهوه ولا لأ الحقيقة دي 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 بداية خاطئة لتشخيص الحاجز الأنفي الحاجز الأنفي أول خطوة فيه في التشخيص بتاع الطبيب إنه هو يبص على الأنف بدون ما يلمسها عشان نشوف الجزء الأمامي منه وفتحة الأنف الأمامية بدون ما نفتحها غصبا عن ممكن نفتح أبص لأي جوه الدنيا سلك ولكن المدخل أساسا معهوك جزء الأول في حوارنا النهاردة تعلق به الوقت الطايم الطايمينج بتاع إجراء العملية دي إمتى؟ والله كتير طبعا ناس كده جدا بنسمع نقول إن العملية ما تعملش قبل 16 سنة وتبقى كلام ستريكت وإيه وعا تعملها قبل 16 سنة طبعا أنا هقول سؤال واحد عمل حادثة طفل صغير عمل حادثة ومنخيره قصرده تقفلت 100% بالحجز الأنفي هو السؤال هسيبها له لا لا يمكن اللوجيكالي كده لا يمكن أقدر هسيبها له لا وبعدين هسيبه عنده نقص أكسوجين داخل المخر في طول فترة النمو يعني بالضبط كده هو ده أنا عايز أقوله يعني الطب على فكرة هو بيجمع ما بين العلم وال اللوجيك المنطق فأنا مش منطقي أبدا أن طفل يعني يحصل له حادثة أو مولود بكسر في الحاجز الآن في أثناء الولادة أو تعثر في الولادة أو حاجز زي كده ومنخيره مقفولة بنسبة 80-90% أسيبه لغاية ما يبقى عنده 16 سنة وتدخل جراحين هيكون باز بقى هتكون بازة ودانه مياه وراء الطابلة وشرحنا الكلام ده قبل كده هيكون بازة الجيوب الأنفية بقفلة الهواء هيكون باز مجرى التنفس بتاعه بسدره لأن الهواء خلاص بيفتح بقه فقصة الحاجز الأنفي وأنه عند 16 سنة وماشي لو المشكلة ينفع أنه هي تنتظر ولكن في حالات الاميرجنسي والطوارئ لا بنتدخل بنتدخل في أي سن بنفتح جزء واخد بالحالة كزي بحيث يقدر يدخلها والولد أو الطفل أو البن يعيش حياة إلى حد ما طبيعية وبعد كده عند 16 سنة فعلا بنبتدي نتدخل لاستكمال العملية 100% أخذن أخذن في الاعتبار أنه احنا بنستنى 16 سنة ليه عشان اكتمال نمو الأنف والوجه والمنطقة دي كلها ولكن لكن اللي بنشوفه عملي لو في حالة طرقة تتعامل طبعا أنا شفت حالات كده تتعاملت في سنة أظهر بالظبط كده 12 11 و10 بالظبط خلينا نروح للسؤال بتاع البنات ولا الولاد وإيه الفرق هل البنت أكسب تأثرا بالحجز الأنف البنات أكيد يعني أنت عارف طبعا يعني أنا بيجي لي البنات كتير جدا الحقيقة وستات كمان يعني بنات كتير جدا بترفض الزواج وبترفض الارتباط بسبب هي مش أخذة بالها بسبب أن في ريحة بقاء بسبب أن هي عندها مشاكل في الأنف والتنفس والصدع والبلغم وكل وما يستدبع هذا من انتفاخ وغزات جوه البط ومتقاش عارفة وهي بتقول لي كده صراحة أنا ماينفعش ارتبط بحد وأنا عندي ريحة وحشة بقاء وأنا عندي غزات وأنا أساسا صداع ونفسيتي تعبان فطبعا الكلام ده بالنسبة للبنات مؤثر جدا وبيعمل لهم مشاكل نفسية يعني ما أقولش لحضرتك قد إيه لدرجة بتمنع الارتباط بتمنع التواجد في وسط المجتمعات بتمنع أنها تتكلم لأنها ساعت بيعمل الأنف لما بتتسد بالحاجز نزل تون يعني بتعمل خنفة فمشاكل الحاجز الأنف كتير جدا والبنات بتتأثر بيها يعني أضعاف 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 الولاد بما أن حوارنا ملي على البنات البنات هتسألنا هو شكل الأنف من الخارج يتواكب مع شكل الأنف من الداخل يعني اللي عندهم مع وجوك في الحاجز الأنفي بالتضيعة هيكون عندهم مع وجوك في الأنف كلها ده سؤال ظريف ده سؤال ظريف جدا ده سؤال بناتي سؤال بناتي شوف حضرتك وحل السدة الداخلية يعني الحاجز الأنفي الداخلي عشان الناس كدير جدا بتربط ما بين الحاجز الأنفي والشكل الخارجي للأنف وده سؤال متكرر يا دكتور يا شامو احنا لما نعمل الحاجز الأنفي الشكل مناخيري الخارجي هيتقفر؟ طبعا لا ليه؟ لأن الحاجز الأنفي هو الحاجز اللي في النص ده ولكن الشكل الخارجي الأنفي عبارة عن غضروفين عاملين كده فاللي احنا بنشتغل عليه داخل الأنف اللي هو الغضروف اللي في النص ده هو ده اللي بنشتغل عليه ملوش أي علاقة بالهرم بتاع الأنف اللي هو المنطقة دي فالحاجز الأنفي الداخلي عميله أو لما نيجي بنصلحه لا يؤثر تماماً على الشكل الخريج هنسمع كلام بيشاً ونشوف التعبيرات العفوية ونشوف المشكلة الكمبلين في مثل هذه الأحوال على فكر الناس تعالوا نسمعهم أمام اسمي مونة علي عن 26 سنة أنا مدرسة أطفال كنت بعاني من مشكلة الجيوب الأنفية من حوالي أكتر من عشر سنين رحت لأكتر من دكتور وشخصوني بحساسات جيوب الأنفية مزمنة كنت بعاني من صداع مستمر ريحة في الفم على طول أنفية مسدودة لو تعرضت للتراب خلاص يعني كان الصداع بيستمر جداً وممكن أقعد ثلاث ساعات بي لو ما فيش حتى المساكن ما كانش بيجيب معي نتيجة أنا بشتغل مدرسة أطفال ده كان ما أثر علي في المجهود اللي بيبزوله مع الأطفال كنت على طول بستخدم البخاخة بس جيء وقت ما بقيتش بيجيب معي نتيجة فبالتالي ما قدرتش أن أنا أكمل في مجال تخصوصي طبعاً كان تشخيص يعني كل الدكاترة اللي روحت لهم هو حصية الجيبة الأنفية ده تعبير مهم اللي هو تعبير إن إنسان ما يكملش الكاريت بتاعه أو ما يكملش حاجة نتيجة تأسره وما هي البنت ما قدرتش تلوريت الجهد كلمة عالجهد طبعاً هي كلمت بسرعة عن ريحة الفن مومش لكن الجاهد نفسه بتاع العمل معه كمدرسة أطفال ما قدرتش تعمل برافا عليك جداً الحياة لأن النقطة دي ما هيش عليها سبوت في الكلام جامد لأن الأنف دخول هوا يعني دخول الأكسوجين يعني كل خلية في الجسم مسوأ كان الخلية المخ خلية الجسم التعب التركيز كل الكلام ده حدش واخد باله إن الأنف دي إن ما كانش هناخد منها كمية الأكسوجين اللي محتاجنها وشوف حضيتك هتاخد 100% أكسوجين هتنتج 100% هتاخد 50% أكسوجين هتبقى مجهودك وتركيزك وجسمك وحالتك الصحية وحالتك الجنسية كل شيء 50% فهي طبعاً لدرجة المجهود بتاعة المدرسة الأطفال مجهود فظيع فهي مش قادرة تكمل خلاص بتعمل أي مجهود وكل الولاد اللي بيجوه لي عندهم مشاكل حاجز الآن فيه من أكتر الحاجات اللي هو يبشتك منها مش قادر أركز مش بقرف أذاكر أقعد أذاكر نصف ساعة بالكتير أو ربع ساعة أحس أن أنا مصدع دماغي تقيلة مش قادر أشوف أؤمن على الكتاب على طول ففعلاً ففعلاً كمية الأكسوجين والحاجز الآن في المعبوض بيعمل مشاكل في كل حتة في الجسم الأجهزة الحديثة تكنولوجيا دخلت في هذه النوعية من الجراحات ولا ما زالت هي جراحات في الأساس طبعاً كل جراحات مهارية لكن في مهارة مسنودة بتكنولوجيا أكيد حضرتك طبعاً النهاردة إذا مكنش الواحد بيواكب التطور العالمي والأجهزة العالمية يوم بيوم أكيد هيبقى فيه فر وبعدين الأجهزة اللي بتطلع دي ما بتطلعش كده يعني تضيع وقت ولا بتطلع يعني تجاري لا يمكن فإحنا مثلاً النهاردة قدامنا جهاز ده الإلمان جهاز الريديو فريكنسي اللي هو التردد الحراري جهاز خطير جداً لكن هو أسؤال إحنا بنستخدم إيه لإيه؟ هو ده السؤال ده بنستخدمه بنستخدمه في حالات كتير جداً في حالات الحاجز الأنفي وحالات الشخير وفي كل حاجة لكن الجهاز ده ما هو إلا عبارة عن طول أرجع لسؤال حضرتك الحاجز الأنفي إيه الجديد في الأجهزة بتاعته؟ طبعاً المناظير بنشتغل بيها الأكتر من المناظير إحنا بنشتغل بلوب اللوب ده اللي هو بيكبر أربع مرات خمس مرات فبيسهل لنا الشغل بتاعنا النهاردة الجديد أو أحدث حاجة جهاز الشيفر جهاز الشيفر ده إحنا كان زمان على طول بنشتغل الغضريف بالكوبليشن بالريديو فريكوانسي هو ده الجهاز الشيفر اللي قدامنا جهاز الحياة نقلنا نقلة كبيرة جداً في حتة بس الغضريف ما تكلمناش على اللحميات ما تكلمناش على حاجات تانية ما تكلمناش على موضوع اللسان وإزاي إن هو بيقلل حجم اللسان ما تكلمناش على الليه وزاة اللسانية لكن النهاردة الشيفر في الغضريف الأنف بقى حاجة الحقيقة كنا بنقعد في غضريف الأنف فترة طولة والنتائج ما كانش كويس لكن النهاردة في خمس داي بالزبط الجهاز بيخش بيصغر بص حياتك هو هيعمل إيه بيدخل جوه الغضروف جوه الغضروف شايف بص حياتك بندخله ويبتدي هو يلف جوه يأكل من الغضروف نفسه بص حياتك هابتدى يلف أهو مكبر جدا أه بيدخل جوه الغضروف ويبتدي يأكل من جوه الغضروف ويشفط جزء داخلي لو هيك ركست هتلاقي الغضروف نفسه بص فتحة الأنف أه اتغيرت اتغيرت الشكل الخارجي بقى بتاع الغدروف نفسه لم يتأثر وهو ده التارجت وأهم حاجة في الغدروف إن الجدار الخارجي بتاعه ما يتأثرش ده مهم جدا لكن يبقى برضو أرجع أقول تاني إن الحاجز الأنفي والشخير كعرب من أعراض الحاجز الأنفي لم يقدر حق تقديره في الثقافة المصرية كم من شاب صغير عنده مشاكل في الحاجز الأنفي والأسرة ما تنش لما شوية كده نخلص المصر نعمل الجمعية أخته تتجاوز البيت لسه ما تقدم لاش عرسال لما يتقدم لها عريس نبقى نعمل لها العملية يا ناس اللي عايزين نعمل إسلوكين جدا والله عظيما هعمل تجمعات ما هي الحاجات اللي في الطب اللي لازم نستنى لما العروسة البيت يعني يتقدم لها عريس عشان نعملها لك كتير سؤال حاجات نعملها للواد قبل ما يدخل لكلية اللي هو نفسه يدخلها ولي يكون مثلا كلية شرطة ولا مش عرف ايه نستنى خلاص الواد خلاص فاضل له شهر هيدخل كل اينهم نعمل له عمليات يعني حاجة تجدن يا جماعة مش ممكن نحط الطب والالاج بعمليات ورعاية صحية مقابل ان الواد هيدخل في حاجة ولا البيت هتتجاوز هرجوكم خلينا عندنا فكر غير كده خالص انت بتنورني بتبدع كالعادل انت كلامك حلو والله العظيم انت والناس الحلو لها المنخ اللي احنا في الدكتور وماله وماله طبعا ضيف العزيزة القمة المال كبيرة أستاذ دكتور هشيوم إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة وصاحب دكتوراه العلاق بالليزر من جامعة القهارة وزمانة الجامعية العالمية والجامعية الأوروبية لأشخير وأمراض النوم والأستاذ ذائل بمستشفى رويل كير العلم بالخرطوم كان طيفي في الدكتور هشيبكم لماذا بعد الجرعة نسب الكلام دايما بعد كلام مهم لأنه هو بيقارن أنا كنت بشتك من كذا والآن وضعي كذا الأعراض كانت فيها مشكلة كذا والآن أنا اتغيرت الوضعية إلى كذا ده مهم جدا لأنه تاريخ المرضي لأنه بعلم الجيل الجديد من الأطباء خدوا بالك من كلام الناس كلام العينين والتاريخ الهيستوري عشان الناس اللي بتقولك أعالج من خلال اتصال تليفوني ولا من خلال أبليكيشن يفهموا أنه ده مستحيل لأنه منين هكشف منين هاخد التاريخ بالتفصيل منين أعود أتناقش مع المريض المريض بيقولي كلمتين في الأبليكيشن فلازم نفوق بقى أحيي حضرتك على آخر جملتين آخر جملتين في منتهى الأهمية مفيش حاجة أسمعها تشخيص بالتليفون ولا بالنت استحال ولا بأي حاجة ولا بالبسنجر ولا بأي حاجة التشخيص قدام المريض قدامي المريض وأفحصه ده المزبوط ولا أبليكيشن ولا بأي حاجة خليكم مع الدكتور بعد العملية الوضع اختلف على طول طبعاً ما تنفس من أنفي فالريحة يعني ما بقاش فيه ريحة ظهرة من بقي خالص أنا منزح أي بنت بتعاني من نفس المشاكل بتاعتي مشاكل في الأنف أو ريحة في الفم مدايقاها وعندها مشاكل في التواصل بسببها أن هي تتعالج منها طبعاً في أسرع وقت لأن الأعلام بتاعتها بتبقى سيئة بعد العملية طبعاً الموضوع طبعاً مختلفة تماماً في تنفس منتظم ما فيش ريحة